أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان رئيس الوزراء مبارح الدكتور مصطفى مدبولي في زيارة وليل فيوم متكلم عن تشجيع وتطوير قطاع الصناعة وقال إنه ده بيتم باستخراج 20 ألف رخصة صناعية من خلال منظومة الرخصة الدهابية ده غير إنه دلوقتي كمان بيتم إجراء بعض التعديلات على قانون الاستثمار ومد حوافز الاستثمار 5 سنوات إضافية وفي صناعات معينة ممكن توصل فيها الحوافز دي لـ 70% من الدرائب وده حاجة مهمة جدا طبعا لإنعاش قطاع الصناعة في مصر نحن النهاردة معنا في الستوديو المهندس ياسر السأة المديرة التنفيذي لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسط صباح الخير على حضرتها كيفية صباح الخير يا فانو أهم هذه الحوافز اللي بينتظرها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسط والله في الحقيقة هو فيه قانون جديد طبعا معروف بالنسبة للناس كتير بس برضو هنعرف بيه برضو في سنة 2020 قانون المشروعات الصغيرة المتوسطة وصددت باللايحة التنفيذية لفترة اللي فاتت وبدأت تطبيقه فعلا وبدأت جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة يطبقه على مستوى الجمهورية على مستوى المحافظات أهم الحوافز في المشروع الجديد هي تشجيع القطاع الغير رسمي للانضمام من القطاع الغير رسمي كانت تعريف بتاع القطاع الغير رسمي عشان برضو السادة المشاهدين يعرفوه أنه هو لأي نشاط مالوش رخصة أو مالوش سجل تجاري أو مالوش بتطبيقه ربية أو مالوش أوراق يعني ده موجود طبعا بالنسبة كبيرة جدا وده بيمثل في مصر حوالي 50% من المشروعات الموجودة على الأرض الواقع بالنسبة للمشروعات المتناعة الصغيرة والصغيرة بالذات في بعض القطاعات مش موجود فيها القطاع ده زي القطاعات المالية والقطاعات الصحية دي كلها أغلبها قطاع رسمي صعب جدا أنها تخش تحت قطاع غير رسمي لكن القطاعات الثانية كلها منتشرة على مستوى الجمهورية طبعا تشجيعا للناس دي أنها تخش في المنظومة عشان تطلع صناعات نقدر نحن نرأي بها ونقدر نشوف الجودة بتاعتها كويس تمام ونقدر نصدرها لبرا لأن ده برضو من الحاجات اللي هي الأهداف بتاعت الدولة الفترة الجاية زيادة التصدير وتقليل التصديرات الوردات من المنتجات المختلفة طب إيه الحوافز اللي هتكون مقدمة لأصحاب المشاريع اللي شغالين بطريقة غير رسمية دي علشان يكونوا شغالين يدخلوا في الاقتصاد غير الرسمية أهم حافز فيها هي التوحيد الضرائب ومنع المشكلة اللي هي كانت التقدير الجزافي للضرائب ودي كانت أكتر مشكلة بتخلي أصحاب المشروعات أنها تهرب من القطاع الغير الرسمي طبعا عمل ضريبة موحدة بحيث أن المصنع أو المنشأة أو الشركة القايمة في النشاط ده أنها تقدم الإقرار بتاعها آخر السنة وتدفع ضريبة لو النشاط بتاعها أقل من 200 وخ... نبدأ بقال شريحة اللي هي 250 ألف جنيه حجم الأعمال بتاعها مبيعاتها يعني في السنة يدفع حوالي ألف جنيه في السنة وتزيد بعد كده لغاية ما بتوصل لغاية واحد في المية من حجم الأعمال لو النشاط بتاعها أقل من 20 مليون جنيه ده طبعا ميزة كويسة تاني حافز موجود هو إسقاط الضرائب اللي هي آخر خمس سنين على المشروع وده هيشجعه أنه يقدر يتقدم في الجهاز تنمية المشروعات بعد كده برضه إدى لجهاز تنمية المشروعات ميزة أنه يطلع حاجة اسمها الرخصة الزهبية بالتعاون مع المحليات والأجهزة الدولة كلها وده بدأت فعلا أن أنت بتسجل نفسك في الجهاز بيشوف الجهاز هل عندك سجل هل عندك بطاقة كل الحاجات دي بيساعدك فيها عن طريق الشباك الواحد بعد كده بيبدأ يعملك الإجراءات بتاعت الرخصة الرخصة بتبدأ برخصة مؤقتة بيصدرها يعني لو منطقة صناعية هاي التنمية صناعية المفوضة بالموضوع ده لو رخصة في مناطق سكنية أو مناطق المدن بيبقى جهزة التنمية المحلية وده وزارة التنمية المحلية كان فيه وزارة التنمية المحلية الأول بتعمل الموضوع ده عن طريق حاجة اسمها مشروعي دلوقتي بقى كل الموضوع تحت سلطة وإشراف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة طبعا أصدر قانون بإنشاؤه وكان تابع لوزير الصناع دلوقتي حاليا تابع للرئيس مجلس الوزر ده إداله دافع كويس وبعدين الجهاز نفسه مجلس الأدارة بتاعه مكون من كذا وزارة اللي لها علاقة بالمشروعات الصغيرة وزارة المالية وزارة التنمية المحلية وزارة الصناع هاي العمل للإستثمار زائد خمس أشخاص من زوج الخبر الجهاز طبعا أهم إنجازاته في الفترة اللي فاتت في السنتين اللي فاتت دولت هو إصدار القانون وطبعا بيعمل تنصيق ما بين أجهزة الدولة وما بين الجهاز المنحة لتوجيه القروض والمنح الخاصة بالمشروعات الصغيرة للناس المستحقينها برضو له برضو مساهمة برضو في مشروع حياة كريمة برضو الفترة اللي فاتت مساهمة كويسة جدا عن طريق أعداد دراسات الجدوة والمساعدة في إنجاح المبادرة بتاعت حياة كريمة بتاعت السيد رئيسي المهرين طيب باشمونس ياسر واضح اهتمام الدولة بالاستثمار واهتمام الدولة بالمستثمرين اللي موجودين وده واضح من خلال زي ما حدتك بذكرت القانون اللي صدر في 2020 ولاحية التنفيذية بقت موجودة دلوقتي وده أكبر دليل على إنه كان فيه عندنا مشاكل قبل كده وكنا محتاجين مزيد من التيسيرات للمستثمرين مصبوط إنعكاسات ده إيه على الاقتصاد هي في الحقيقة طبعا بداية الاهتمام بالمشارعات الصغيرة المتوسطة من فترة طويلة لكن بداية الاهتمام أكثر سنة 2016 بمبادرة السيد رئيسي الجمهورية بإعطاء قروض للمشارعات الصغيرة المتوسطة بفايدة 5% طبعا المبادرة دي كانت في حدود 200 مليار جنيه مصري بتدي للمشارعات المتانية الصغيرة والصغيرة والمتوسطة كانت الأول بدأت بالمشارعات الصغيرة والمتوسطة ودخلوا فيها مشارعات المتانية الصغيرة نحن متكلم على حجم 80% من الاقتصاد العالمي مبني على المشارعات الصغيرة المتوسطة في مصر 96% من المنشآت المصنفة في مصر تصنف كمشارعات صغيرة ومتوسطة اللي هي رسمها الهكام؟ اللي هي نبدأ من يعني الحاج السقف بتاع المشاريعات المتنائية الصغر هي هو مليون جنيه حجم المبيعات المشاريعات الصغيرة السقف بتاعها حجم المبيعات لغاية 50 مليون جنيه حجم المبيعات في السنة؟ لا حجم المبيعات في السنة يعني المبيعات بتاعتها في السنة تتراوح من 500 جنيه أو 1000 جنيه أو 2000 جنيه لغاية مليون جنيه ده بيصنف عن أنه متناسب يعني مش على حسب تكلفة المشروع؟ لا لا على حسب مبيعاته في السنة؟ حسب مبيعاته في السنة ده طبعا فيه بعض التعريفات التانية بتتكلم عن العمالة وحجم رأس المال لكن هي الأهم يعني الأكبر نقطة هي كانت ممكن أن هي تبب بسيطة بالنسبة للمشاهد أو للناس هي حجم المبعات احنا في مصر 80% من المشروعات بتصنف على أنها متنهات الصغر اللي هي المشروعات تحت المليون جنيه مبعاتها تحت المليون جنيه تمام مش عشان حجم الفلوس لا حجم الناس الأعداد اللي بتشتغل فيها مشروعات متنهات الصغر ساعات بتببى مشروع واحد شخص واحد اللي بيديره هو المدير وهو الصانع وهو المسوق وهو كل حاجة لغاية حوالي 3 أو 4 أفراد بيتعاونوا مع بعض في المشروعات دي المشروعات دي بتببى منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية في البيوت ساعات في مناطق السكنية في مناطق الصناعية بعض المشروعات بتصنع في كأنها متنهات صغر لو موجودة حتى في مطاق صغيرة زي الورش الصغيرة والحاجات دي طبعا المشروعات دي هل بتدعم المشروعات ما دون المليون جنيه في السنة؟ طبعا لأن فيه النهاردة البنك المركزي كانت الأول بندعم بس المشروعات في المبادرة بتاعة 5% للمشروعات اللي هي فوق المليون جنيه وحجم رأس المال في السجل التجاري 50 ألف فما فوق لغاية 5 مليون النهاردة لأ فيه عمل شريحة 20% من المبادرة خاصة للمشروعات المتحدة الصغر يعني أنا عندي المتين مليار لهم المتين مليار دلوقتي لأن هي المبادرة مش المتين مليار مبادرة 10% من الوداع اللي موجودة للبنوك كلها تتحطي في البنك الكازي بمفايدة فبيرجع تاني يقرضها للمشروعات بفايدة 5% تعتبر فايدة إدارية ده مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد وكمان بالنسبة أنه نشجع الشباب أكتر أنها تدخل في المشروعات صغيرهم المتوسطة هي المهمة جدا بالنسبة للمشروعات المتناسبة لأغلب الناس اللي بتشتغل فيها سيدات وسيدات يعني فاضلات بتبقى معيلات أغلبهم أو عندهم وظائف أو جزء من الوظائف جزء من النهار وبعندهم فترة أنهم يقدروا يشتغلوا فيها فدي نسبة أكبر نسبة باستفيد منها سيدات الحقيقة بالنسبة للمتناسبة الصغر وللمبادرة دي بموجههم لأنهم يختاروا ما يناسبهم من المشروعات؟ طبعا بالنسبة للدراسات الجدوة والحاجات دي كلها بتبقى المشروعات المتناسبة الصغر صعب أنه يعمل دراس الجدوة أو ما عندهش قدرة أن يقدر يعملها في أجهزة كثيرة في الدولة بتساعد في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بيساعد في الدراسات الجدوة في وزارة تنمية المحلية المبادرات بتاعتها في الوحدات المحلية بتقدم دراسات الجدوة الحاجات دي مجانية الاتحاد عندنا بيقدم الحاجات دي كلها والإستشارات المجانية بدون أي مقابل في عندنا برضو البنوك الوطنية في الحقيقة بتقدم دراسات الجدوى وبتقدم الدراسات المالية بمجانية تماما بتساعد كل حاجة بس الشرط ان هو عشان ياخد قرد عشان ياخد حاجة بيكون عنده سجل تجاري وبطاقة ضربية ولو النشاط فوق الصغير او في المناطق الصناعية لازم يكون معه رخصه بالنسبة للمشروعات اللي هي مش محتاجة للسجل التجاري والبطاقة ضربية ممكن حاليا فيه قانون بتاع التمويل متناهز صغر ده معمول مخصوص طابع للرقابة المالية سنة 2018 اصدر وحاليا شغال تحت منه فيه حوالي 1000 جمعية بتدي تمويل متناهز صغر 25000 و20000 للمشروعات اللي هي موجودة في البيوت طبعا بدون بضمان الشخصي وبيسأل على المستثمر او على صاحب الورش او حاجة بيدي له تمويل بسيط بدون الاوراق دي عبارة عن بطاقته بس هو بيضمان بيها بقصة الفلوس بتاعته من سنة لثلاث سنين صحيح طب بشموانس مسألة منظومة الشباك الواحد وغيرها هل قدت على البيروكراطية اللي كانت بدأي الناس كتير لو احنا بنكلم على يعني مستثمرين صغر وشباب ويتلاقي مشروعهم واقف علشان ورقة ما خلصتش او احنا بننتظر المزيد من التعديلات اللي بتحصل دلوقتي في قانون الاستثمار هي في الحقيقة اولا قانون كان طالع للترخيص وخاص به هيئة التنمية الصناعية ان المناطق الصناعية كلها تبقى موجود للرخص تصدر من هيئة التنمية الصناعية كتأول تصدر من المحليات وبعد جهزة المدن الجديدة ده جزء الجزء التاني اللي هو خاص بالرخص اللي داخل المدن الصناعية دي لسه مازال لغاية دلوقتي موجود خاص به الوزارة التنمية المحلية ووزارة التنمية المحلية بالتعاون مع جهزة تنمية المشروعات الصغيرة الفتر الفاتت دي فيه تعاون كبير جدا واصدرهم رخص كتير جدا للمستثمرين ساعدتهم على انهم ياخدوا القروض بتاعتهم يشتغلوا وينزلوا السوق يعني بداخل المنظومة بتاعت الدولة وداخل القطاع الرسمي من الدولة طيب احنا عندنا كمان صناعات بنردلها جزء كبير من الدرايب لا احنا في بعض الصناعات بتقدر ان انت بتديها حافزت لها التصدير بتردلها يعني بتديها دعم بالنسبة للصدرات زي ايه مثلا كل الصناعات اغلب الصناعات ان انت لو بتصدر بس هي كانت المشكلة في استرداد الدعم ده بالتعاون مع وزارة الصناعة ووزارة المالية الفترة اللي فاتت قادروا ان هما يسددهم جزء كبير جدا من الالتزامات بتاعت الرد الاعباء التصديرية للمصدرين عن طريق خصم جزء من الاعباء دي الدرايب لو انت عليك درايب يعني انت لو لك مليون جنيه استرداد ضريبة مبيعات او استرداد حافز التصدير انت ممكن مع الدولة بتقعد مع وزارة المالية فيه جزء بيديو لك نائد التلت لمعتقد والتلت التاني بيتخصم من الاعباء بتاعتك والتلت التالي بيديو لك على مدد قصيارة دي كانت مشكلة كبيرة جدا الفترة اللي فاتت وتم حلها وفيه عدد كبير جدا اكتر من 60-70% من الناس اللي لهم التزامات على الدولة من المستثمرين والمصدرين قادروا يخدم الحاجة دي الفلوس دي لما بترجع تاني للمصدر او بترجع للمستثمر بيبدأ يدخلها في السوق وبيزود فرص عمل وبتدي يدافع للسوق وبتدي كمان مصداقية للدولة في ان هي فعلا بتشجع المشروعات دي بتشجع القطاع ده عشان يقدر ان هو يصدر كونك انك تصدر بتقلل الاستراد بتخفف الضغط على الدولار بتخفف الضغط على متش دولة في العالم ما بتستورتش لكن الفرق بين ال... بنستورد ايه؟ بنستورد الكام بكام وبنصدر بكام فيه عجز في الميزان ده بالنسبة لبعض الصناعات كتيرة جدا وخصوصا الصناعات متنية للصغر يعني احنا لما نكون حاجات الاكسسوارات الحاجات البسيطة جدا الليها بتتصنى عندنا وبنسيجين نستوردها من دول بأسعار حاليا بانت في الفترة اللي فات دي لان الشحن وقلة السلاسل الامداد ومشاكل بتاعة الكورونا وبتاعة السلاسل الامداد الفترة اللي فاتت والتباطف الاختصاد العالمي والتدخم اللي موجود هناك بدأت تزيد الاسعار برا بدأت تزيد تبان عندنا هنا الفجوة اللي موجودة وبدأت الفاتورة تزيد حتى كان في الفترة اللي فاتت كان البنك المركزي عمل قيود كبيرة جدا على الاستراد وعلى الحاجات دي كلها حاليا من اهم المميزات اللي اديها السيد رئيس الجمهورية في الفترة اللي فاتت انه هو سمح لمستلزمات الانتاج انها تخش بدون بيروقراطية السلع اللي هي ممنوع من الاستراد او او اتحمل لها فواتير عن طريق الفواتير المستمدية المستمدات الجمهورية اللي كانوا بيداء عليها الجمهورية بدأ يفرج شوية عن السلع لكن احنا محتاجين اكتر ان احنا نركز على الصناعات وخصوص صناعات صغيرة وتناهت الصغر ودي خطوة مهمة جدا انا بش مهندس احنا كل فترة وزارة الصناعة بتعد قيمة فيها مجموعة من السلع بنستوردها عشان نوقف استرادها ونبتدى نوطن صناعاتها في مصر اعتقد جزء كبير جدا من اللي هيساعدنا في ده هو الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهت الصغر اكيد طبعا طبعا في الاساس الدول كتيرة جدا زي ما حدثتك قلت في الاول ان الدول الكتيرة جدا اعتمدت على النهضة بتاعتها على المشروعات الصغيرة المتوسطة وخصوصا متناهت الصغر انت بتكلم في متناهت الصغر ده منتشر دول كتيرة بدأت من متناهت الصغر وطلعت للصغير والمتوسط دلوقتي يا بشمونت سيسر زي ايه يعني ايه الصناعات اللي الدولة بتوجه فيها الشباب لو احنا بنكلم عن مشروعات صغيرة متوسطة انه اشتغلوا في هذا القطاع في هذا المجال بصر هذا كل القطاعات وكل المجالات المتناهت الصغر بالذات مرحب بيها والدولة بتشجع لكن لو احنا طلعنا بقى للقطاعات اللي فوق اللي الصغير والمتوسط بتشجع صناعات معينة احنا عندنا فيها ميزة تنفسية عندنا مادة خام عندنا ايدة عاملة زي ايه الصناعات الجاذبة في السوق المصري اولا اكبر صناعة جاذبة حاليا ودي كانت ملحوظة كبيرة بالنسبة لمن فوق بقى التحت احنا متكلم على الصناعات المتوسطة لغاية الصناعات المتناهت الصناعات المتوسطة الصناعات الكيموية الصناعات المرتبطة بالأسمدة والحاجات دي دي صناعات كسيفة العمالة وكانت بتصدر كميات كبيرة جدا ده أكبر قطاع كان بالنسبة للصناعات الصغيرة بنتكلم على صناعات تجميع الأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية دي كانت أكبر صناعات ممكن أن نستفيد منها أن نقدر نجمع الأجهزة التي كنا نستوردها من بره ونوقف في استيراد جميع الأجهزة المنزلية زي التكيفات زي التلفزيونات زي الأجهزة الحاجات دي كلها بنستهلكها كتير جدا بنستورد كميات كبيرة جدا منها من بره في بعض الصناعات في الصناعات المتوسط زي الصناعات السيارات والحاجات دي كلها دي بدأنا أن احنا نهتم بيها ونركز على الصناعات العربات الكهربية والصناعات التكنولوجية الحديثة شوية بالنسبة المتناهي الصغر احنا نتكلم عن الصناعات اليدوية الصناعات اليدوية احنا عندنا ميزة فيها كويسة جدا عندنا صمعة كويسة جدا فيها وعندنا صناعات تراصية ويدوية احنا ممكن نستفيد بالصناعات اللي موجودة عندنا ونكبرها ونزودها نزود التصدير بتاعها لان فيه بالنسبة للصناعات دي احنا قريبين جدا من اسواق استهلاك الناس فيها بالنسبة للصناعات اليدوية عالي واسواق فيها زي دول الخليج والدول المجاورة لنا عندهم الدخل مرتفع وبيستهلكوا الحاجات دي كتير احنا ممكن ان احنا ننمي الصناعات دي عندنا في مصر كده وممكن ان احنا نصدر فيها كميات أبو عندنا برضو القوانين او الاتفاقيات اللي بيننا وبين الدول الافريقية اللي حوالينا ممكن ان احنا نستغلها اكتر شوية عندنا اتفاقيات ما بين امريكا دور امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية اتفاقات كتير جدا الدول دي ما بتاخدش جمارك على وعندهم سرعة في دخول السلع دي بدون جمارك لان سلع يعني مثلا في امريكا عندهم قانون ان اي سلع تحت الخمسين دولار تخش في خلال يومين بدون جمارك بدون تعقيدات ليه ما تمتجها المشروعات الصغيرة المتوسطة من تنهيات السلع فدي فرصة كويسة لاستهلاك المحلية والتصدير كمان اه طبعا ممكن الدولة انها تعمل تشجع على الاتفاقات دي انها ممكن تعمل زي في الصين مع امريكا عم فيه اتفاقية ما بينهم وبين بعض ان البريد الصيني مع البريد الامريكي ان هم يدخلهم السلع دي في خلال يومين عظيم طيب هل احنا عندنا قاعدة بيانات للصغر المستثمرين وازال نقدر نستخدمها في الحقيقة هي القاعدة دي بدأ جهاز تنمية المشارعات الصغيرة المتوسطة يشتغل عليها في الفترة دي لان القاعدة دي موجودة في كذا جهة القاعدة دي موجودة في جهاز المركز للتعباء العام والاحصاء موجودة في جهاز المركزي المحاسبة موجودة في كذا جهة لكن كقاعدة مركزية جهاز تنمية المشارعات الصغيرة المتوسطة من اهم ادواره ان هو يعمل القاعدة دي ان القاعدة دي كلها مهمة جدا بالنسبة لنا عشان نقدر نرائب ونقدر نطور. لازم يكون عندنا قاعدة بيانات. نقدر. احنا برضو شغالين على حاجة زي كده. لكن بجهود مش زي جهود الدولة طبعا. الدولة هيكون جهودها أقوى وأسرع. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا المدير التنفيدي لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة. شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا. شكرا لك يا فن.